أصدر الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي قراراً بأن يكون يوم الخامس الخامس والعشرين من إبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر العاملين بالدولة بمناسبة عيد تحرير سيناء. هذا ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. ترجمة نانسي قنقر